موسيقى والإثارة في هذا الصباح ضمن هذه الانطلاقات المتميزة لهذا السن الأميز السن الحقائق بمسافة الأربعة كيلومترات مع انطلاقة الشوط الرابع عشر نسير ونتابع وإياكم في هذه اللحظات أتابع في هذه اللحظات الصدارة والغيادة والمركز الأول أتابع الصدارة وأتابع المركز الأول الطلاقة الشوط الرابع عشر في هذه اللحظات لسن الحقائق وفي هذه القعدانة سير مع الصدارة مع المركز الأول لكي يتابع في هذه اللحظات الغيادة والمركز الأول مع انطلاقة الجداب عبد المحسن بن مبقوت بن محمد الجربوع المري مع انطلاقة المركز الأول بينما نغلع المركز الثاني لكي يتابع اللي غيرت أو اللي غير في هذه اللحظات إلى المركز الأول أتابع هداف عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي مع انطلاقة المركز الأول بينما نغلع المركز الثاني اللي كي يتابع في هذه اللحظات وتابع واشاهد المركز الثاني حامل رقم 54 بينما المركز الثالث وتابع المركز الثالث في هذه اللحظات وتابع واشاهد الانطلاق والاندفاع من غبل صغان محمد بن ناصر بن محمد البريدي مع انطلاق صغان على المركز الثاني بينما نغلع المركز الثالث اللي كيار التواجد والندفاع في هذه اللحظات من غبل الجتوب على المركز الثالث عبد المحسن بمقوت بن محمد الجربوعي مع طلاقة المركز الثالث بينما المركز الرابع يصل في هذه اللحظات الشعار بن شريم مع طلاقة المركز الرابع محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم مع طلاقة قاصد المركز الخامس وتابع ونشاهد في هذه اللحظات وتابع المركز الخامس وتابع الانطلاق وتابع قاصد محمد بن عبدالله بن طالب بن شريم ولكن نعود وياكم ونتابع نتابع الصدارة نتابع المقدمة نتابع المركز الأول اللي كيراه الداف في هذه اللحظات عبدالله بن سعيد بن علي المحشادي مع طلاقة هداف ولكن أرد تجاوز في هذه اللحظات مع طلاقة المركز الأول وتابع صغان محمد بن ناصر بن محمد البريد مع طلاقة المركز الأول المركز الثاني وتابع المركز الثاني وتابع مخيف في هذه اللحظات على المركز الثاني مع طلاقة مبارك بن محمد بن أحمد الفلاحي على المركز الأول المركز الثالث من تراجع في هذه اللحظات على المركز الثالث وتابع ووشاهد هداف عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي مع طلاقة المركز الثالث المركز الرابع وشاهد المركز الرابع وشاهد في هذه اللحظات وشاهد الطاير علي بصدان بن علي العلي المحاضيت مع انطلاقة المركز الرابع المركز الخامس أرى الغدوم والتواجد في هذه اللحظات من قبل مرحب سالم بن محمد بن ناصر بن لخن مع انطلاقة مرحب على مستوى المركز الخامس 1500 ما تبقت عن الناموس وعن النقطة الغالية ولكن الصدار والغيادة والمركز الأول ما زال مخيف مبارك بن محمد بن أحمد الفلاحي على الصدار على الغيادة على المركز الأول ولكن يا الفلاحي شوف المركز الثاني وتابع في هذه اللحظات وتابع صغان محمد بن ناصر بن محمد الفرادي مع انطلاقة المركز الثاني المركز الثالث أرى التواجد والاندفاع في هذه اللحظات من قبل الطاير متبطير الطاير علي بسطان بن علي العلي المعاضيد مع طلاقة المركز الثالث المركز الرابع أرى الأسماء والشعارات الغادمة ولكن الغيادة والمركز الأول مع مخيف مبارك بن محمد بن أحمد الفلاحي ولكن الله الله وصلت الأسماء في هذه اللحظات واشتعارات يصل شعار بن بعيران مع طلاقة المركز الثاني المركز الثالث وشاهد واتابع في هذه اللحظات الاسد خليفة بن علي بن جاسم الرزي مع طلاقة المركز الثالث ولكن المعركة طاحنة ما بين المخيف وما بين المركز الثاني ولكن مخيف ولكن غير بن بعيران وانتغل إلى المركز الأول مع طلاقة المركز الأول في هذه اللحظات من خلال الشعار الشعار محمد بن عبيد ولكن أرى مخيف في هذه اللحظات الفلاحي ولبن بعيران السلام وين التحية وين الله الله مخيف وشاهين السلام وين التحية وين حاير طاير ولكن أفلح الفلاحي مع الختام مع طلاقة الشوط الرابع عشر سلام تحية واحترام لمالك مخيف على فوجة بالمركز الأول مبارك بن محمد بن عبد الفلاحي مركز الثاني مركز الثاني وصل الأسد خليفة بن علي بن جاسم الرزي مع انطلاقة المركز الثاني مركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث غير مدون في كشف المركز الرابع من وصل على المركز الرابع المركز الرابع صغان محمد بن ناصي بن محمد البريد المري مركز الخامس المركز الخامس وصل أسعاف سالم بن حفيظ بن سالم النابت المري تهانينا والناموس لمالكم خير من ضفر بناموس هذا الشوط مبارك بن محمد بن أحمد الفلاحي يحقق ذويت وقدره سد دقائق اثنى عشر ثانية ثمانية وثلاثين جزء منه ثانية المركز الثاني من وصل على المركز الثاني المركز الثاني وصل على المركز الثاني الحدث محسن بن عباد بن راشد الفايدة المريس الدقائب اثنى عشر ثانية أربعة وسبعين ثمانية وسبعين جزء منه الثانية المركز الثالث من وصل على المركز الثالث وصل مكافح راشد بن طعية بن حمد بن غدير الاختبي سد دقائق ستة عشر ثانية خمسة وخمسين جزء منه الثاني انطلاقه شوط جديد وتحدي جديد وعازم اليحاف يتواصل وإياكم دقائق وترجمة نانسي قناب